أنا أريد أن تسمحني أن أوح على ما قال أعلمني إستاذ الشيخ ثارع عندما قال راح يحرقون مثل ما يحرقون رحم الله الباشا نور السعيد اللي أقولها وأنا مصر عليها الإمداس ما نور السعيد يشرف هذه الحرامية اللي وصلت لها في هذه المرحلة شنوه؟ هذا الشخصية شنوه؟ إمداس نور السعيد اللي ما يعرف الإمداس تكرم إكرم السامع النعال ماله يشرف السراق والحرامية اللي وصلها والشعب العراقي الأبي إلى مرحلة أنه نعال نور السعيد يشرف هذول الحرامية هذا ثعل بالسياسة هذا الرجل الذي تحير العقول أن تصفه هذا الذي أوقف العالم بأفكاره واطروحاته ووصل العراق إلى مجده نور السعيد الذي وحده من أفعاله الذي تذكره إلى عاقب ابن صباح الذي كان أرقى طيار بالقوة الجوية لأنه استعرض أو تحدى البريطاني بالطيران واخترق الطائرة من بين الجسر إذا تذكروها الحادثة قال له هاي الطائرة مو مال الخلفك هاي الطائرة مال مال العراقيين لو ضررت بنولي يدفع فلوس عليه أساس الباشا نور السعيد يعني ما خايف عليه هو خايف على الطيار لا خايف على الأموال شوف أذكر حادثة وتسمح لي بها أستاذ قحطان الباشا نور السعيد شوف الفكر ماله والعقلية مالته أنا كان يقول لو ثنيت لي الوسادة لبحته عن الدكتور سام دايموند اللي استنسخلنا النعجة دولي إذا سامعين بيها وكلكم حضاتكم تذكروها واخلي يستنسخلنا عقلية الباشا نور السعيد حتى نوزعها على لا 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 ما أسمحلك ما أسمحلك عباس البياتي قال قال رح نستنسخ رح نستنسخ رئيس وزراء لو لا سامح الله مات المالكي مثل ما إذا يستنسخون النعجة إحنا أمين إذا راح المالكي رح نستنسخ مالكي هذه النظرية ما تجي أنت تأخذها إلك ولا تحسبها تنسبا نفسك أصحب كلام إيها نظرية عباس البياتي ما أقبل إنه